حجر صحي يتوسع في فرنسا هذه المرة أعلن وزير الصحة أوليفيا فيران فرض حجر في مقاطعة دينكيرك في شمال البلاد هذا الإجراء فرضه ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا ولسيما المتحول البريطاني بشكل لافت في هذه المنطقة وهو يأتي بعد أيام من فرض حجر آخر في منطقة الكود دازور وفي نيس تحديدا للسبب نفسه الوضع مخلق جدا خاصة في دينكيرك إصابة من بين 100 مواطن وهي نسبة عالية جدا الآن تضاعفت الإصابات كثيرا مقارنة بالحجر الأول والثاني هذه الإجراءات ستشمل مناطق فرنسية أخرى بينما بدأت تظهر الخسائر الاقتصادية الكبيرة التي تسبب فيها كورونا إذ أعلنت شركة قطارات فرنسا عن خسائر قاربت 7 مليارات عام 2020 ولسيما في القطارات السريعة تي جيفي ما أن تتراجع الأزمة الصحية وتصبح وراءنا سنعيد كل القطارات للعمل وسنقدم عروضا كبيرة للمواطنين لتشجيعهم على ركوب القطارات لسيما السريعة لاستقبال واستعاب أكبر عدد ممكن من الفرنسيين تحالف شركة تيران أيرفرانس كالم لم يكن أفضل حالا فقد أعلن أن خسائره بسبب كورونا زادت عن 7 مليارات يورو في العام الماضي مجموعة رونول لصناعة السيارات هي الأخرى تكبدت في العام 2020 خسائر قياسية بلغت 8 مليارات يورو جراء التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المشكلة هي في آلية أولا تسريح الموظفين وإن كان بشكل مؤقت النقطة الثانية هي آليات الدعم الحكومي والإنقاذ الحكومي لأن الحكومة الفرنسية لم تكن واضحة في حزمة الإنقاذ الاقتصالي كيف ستتعامل مع هذه الشركات حسب مسؤولي كبريات الشركات الفرنسية فأن الربع الأول من عام 2021 سيكون صعبا وأن التوقعات بالانتعاش ستبقى محدودة حسب الخبراء الاقتصاديين فإن السؤال الأهم هو من سيعود هذه الخسائر وهل ستلجأ الحكومة الفرنسية إلى وضع خطط طارئة لدعم هذه الشركات أم أن فرض الضرائب جديدة على المواطن سيكون من أبرز الوسائل لتعويض الخسائر طوني شمي الحرة بريس